تعال اقول لك ازاي تخفي الرسائل على التيك توك دفعة واحدة نخفيهم مش نحزفهم تابع معايا السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هقول لك ازاي نخفي الرسائل دفعة واحدة في التيك توك فيه اشخاص كتير بتقولي انا مش عاوز احزف الرسائل انا عاوز اخفي الرسائل فتعال اقول لك النهاردة ازاي نخفي الرسائل في التيك توك ياريت بقى قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال اكتب ليه في التعلاقات ما تنساش اللايك مهم جدا جدا معايا اللايك بيرفع الفيديو وفيه اشخاص بتشاهدوا اكتر فتعال كده اقولك ازاي نخفي الرسائل ولو ما ظهرتش عندك برضه اقولك ازاي تفعلها هنروح كده مع بعض على تيك توك ومن هنا بروح على الصندوق الوارد الرسائل هتظهر لنا زي ما نشايفين اي اسبان كده في صندوق الوارد انا عارزisia اخفي الرسائل محدش يقدر يشوف الرسائل في صندوق الوارد بعمل ايه كل علينا بضغط ضغط المطوالة على رسالة واحدة ومن هنا بيقولي حدد وباضغط حدد من هنا ببدأ احدد الرسائل الموجودة بالضغط على الرسائل بالشكل ده ومن هنا لما ببدأ احددهم عندك هنا حاسف لو انت عاوزت تهزفهم او تعمل لهم كده دفعة واحدة او هنا بتضغط على كلمة سنوي لو ضغطت على كلمة سنوي بتلاقي ان ما فيش اي رسائل عندي خالص في الصندوق الوارد اجيبهم منين تاني لو انا عايز اجيبهم اجيبهم منين تاني او شايدهم فين تاني او عاوز ارجعهم ارجعهم ازاي من خلال كلمة سنوي لو ضغطنا على كلمة سنوي جنب اساسي على طول ضغطنا على كلمة سنوي بلاقي ان الرسائل كلها الموجودة هنا اللي انا عملت لها اخفاء طيب ازاي اقدر استرجعهم برضو ضغطة مطولة ومن هنا بضغط على كلمة حدد نختارها ببدأ أحدد الحاجة لنا يعني أشخاص اللي أنا أو المحادثة اللي أنا عاوزة أرجعها تاني بحددهم بالشكل ده وبعد ضغط على كلمة أساسي لما بضغط على كلمة أساسي بنيجي نرجع كده بنلاقي إن هم هيبقوا موجودين دلوقتي في الموجود أساسي اللي هي صندوق الوارد بنحدد كده ونبدأ إن إحنا نحدث هنلاقيهم موجودين كلهم في صندوق الوارد في حالة إن أنا عاوزة أظهر الميزة دي عندي ومش ظهر كلمة حدد عندي أعمل إيه بحدث التطبيق في حالة إن في أشخاص بتسمعني دلوقتي تعرف تحدث التطبيق لو أنت مش بتعرف تحدث التطبيق اكتب لي في التعليقات وأنا أقول لك إزاي تحدث تطبيق التيك توك لإن معظم الأشخاص بتعرف تحدث التطبيق هيظهر معاك الميزة على طول وكل سهولة بس كده قلت لك اللايك مهم جدا للفيديو فما تبخلش علي باللايك اللايك مهم جدا واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته